اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استيديو اليرموك بدي ابدأ من عمان من نقابة المهندسين وانتخابات نقابة المهندسين اذا بدك تسألني عن رأيك قبل ما احكي بكرة في انتخابات لنقابة المهندسين من خلالها رح نعرف النقيب ورح نعرف المجلس اللي رح يدير النقابة قبل ما احكي عن التفاصيلاتها بدي احكي عن نقابة المهندسين يعني اذا في مؤسسة ناجحة في الاردن نقابة المهندسين اذا في مؤسسة لازم تنتقل عدوى نجاحة لمؤسسات الدولة نقابة المهندسين اذا في استثمار ناجح عند المهندسين اذا في ادارة صح للاموال والمهنة عند المهندسين اذا في مواقف مشرفة وطنية وقومية واسلامية عند المهندسين لذلك انا بخاف عليها بخاف أنا مش مهندس ولا معني بالمهنة ولا بعرف تفصيلاتها ولكن هاي النقابة بشعر إنها يعني حالة وطنية يجب أن تحافظ على حالة ديمقراطية تراقية لأبعد حد لأبعد حد بمعنى إنه تجري فيها الديمقراطية وبتتعلم كل الدنيا ما يجري في نقابة الموزين بكل النقابات الأردنية عمري ما سمعت عن تشكيك ولا تزوير ولا مال سياسي ولا هندسة اجتماعية لا ما فيش المهندسين في أرقى حالتهم ذلك بتمنى الله يوفقهم بكرة يختاروا نقيبهم يختاروا مجلس إدارتهم يختاروا بحرية بدون تدخلات بدون ما ينطف لان ويدخل عن لان في انتخاباتهم نقطة آخر الصبر لكن بتتحكي عن إش جديد هسا لما يصير يا إسلاميين يا أخي الآخر بيصير الكل يتحالف الاستبداد مع اليساري مع الليبرالي مع التحالف المدني مع النائب الفلاني مع النائب العلاني خيلك وراجلك كله بتجمع وبصير ضدها الإسلام السياسي الطرف الآخر والله ناس محترمين فيه منه ومفكرين وكويسين ويا الله لما ينظروا علينا بالدولة الديمقراطية وتداول السلطة بتحالف مع الاستبداد ليش؟ ليش؟ لأنه الإسلام السياسي الطرف الآخر بده يكسر الإسلام السياسي بتخلى عن كل مبادو ومواقفه ونسقه حتى بالأخير يكسر الإسلام السياسي وهذا شفناه في انتخابات الزرقة ضد علي أبو السكر وحكيت عنه كثير الليبرالي بتحالف مع المستبد اللي بيآمن بالديمقراطية يتنهاره يحكي عن الحريات بتحالف مع المستبد بتحالف مع التدخلات بتحالف مع المطبخ الأمن السياسي عساس يسقط الإسلامي والله ما هو تصرف صحيح ولا مقبول وله تنافس شريف وله منطقي بالعكس احكي رأيك وموقفك ولا تحالف مع نقيضك ومع ذلك منقول لعب دموقراطية وتحالفات وقصة لكن افهموها في استهداف للإسلام السياسي في استهداف مع إنه اللي حكموا وأداروا هذه النقابة خلوها بأحسن حالة أقول لكم لو أنا مهندس بختار الإسلاميين وبختار البيضة بتعرفوا ليش عشان العاصم الأخلاقي عشان يحافظوا على هذه الأموال وهذه الصيغة اللي صارت في كل العالم ليش الناس انتخبت أردوغان عاصم أخلاقي بيمد شهيده بيمد شهيده بيعملش محسوبيات وواسطات وهو إلى آخره فتدار بالعاصم الأخلاقي الآن الخطأ الإداري بيختفي أمام العاصم الأخلاقي برضو نقطة آخر السطر نتجاوزها عارفينها حينما ينزل الإسلاميين يتحالف الكل 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 ابتجي الاتصالات من رام الله حتى يتحالفوا ضد الإسلاميين مع قوة هون موجودة بدنا نمرقها القصة الأهم إيجت أربع جهات من بينها مركز حقوق الإنسان وراسد بيشككوا في طريقة إدارة الانتخابات في المهندسين هذا غريب عجيب أول مرة بسمع فيه طبعا هذه آخر الأسلحة حتى يضربوا الانتخابات وبديش علق عليها كثيره نطوا فاتتكو انتخابات ستجري بنزاها وأنا متأكد من النزاها لكن بدأ سجل موقف لا ليس شبيلات أبو فرحان أبو فرحان ديحكي لك إيها بصراحة وبأمانة انت فارس انت فارس بتهاجم الإخوان المسلمين لكن ليس تحت عنوان النكاية أبدا تحت عنوان الموضوعية أبو فرحان انت فارس حقيقي البيان اللي أصدرته اليوم وكتبته على حسابك يتعلق بأنه لا انت دافعت عن مؤسسة دافعت عن نقابة المهندسين وحكيت أنه الانتخابات فيها دائما طاهرة ولا يجوز الذين يزعمون الطهر أن يقولوا عن الطاهر انت مش طاهر هيك أبو فرحان حكى بعباراته بطريقته ولذلك قال ببساطة أنا أكثر إشي بعتز فيه بحياتي أبو فرحان ليتش بيلات اللي إلو فترة بيناكف الإخوان المسلمين وبيختلف معهم في طريقة أدائهم السياسية وبنتقدهم ما راح بالنكاية وعلى فكرة أبو فرحان كتب قبل فترة بنصح المهندسين أنهم ينتخبوا من كل القوائم لكن اليوم قال لا أنا بمين للبيضة لأنه فيه استهداف وهذا الاستهداف أصبح غير منطقي تحيي لليتش بيلات وبدأ المهندسين يقولوا بيان ليتش بيلات وبدأكتفي بالحديث عن نقابة المهندسين بتتمنى بكرة أن المهندسين يختاروا الأكفأ الأحسن الأقوى الأكثر أمانة وبالتالي هاي نقابتكو هاي أموالكو هاي ملايين حطوها في المكان المناسب في الزمن المناسب بدي أطلع من قصة نقابة المهندسين لموضوع عربي نوعا ما المغرب قطعت علاقاتها مع إيران يعني بحاول أفهم ليش أنا أنا لا أستغرب أنه المغرب تقطع علاقتها مع أي دول بتدعم البوليساريو ما استغربش لكن أنا باستغرب أنه إيران وحزب الله يدعموا البوليساريو أنا مش فهمها ونسقوا مع الجزائر على هذا الأساس وبس تغرب أيضا أنه المغرب تروح باتجاه النكاية وعلى ذكره الموقف المغرب دائما من القضايا العربية بتحس في استقلالية بدي أحكي لكوا نظريتين في نظرية بتقول أنه الأمريكان والسعوديين ضغطوا على المغاربة حتى يفكروا ارتباطهم بالإيرانيين بعدين شو تأثير المغرب بعيدة جدا لو ضغطوا على الأردن معقول يعني لو انضغط على الأردن أنه لا اقطعوا العلاقات الآن مش بس إسحبوا السفير بقول لك والله منطق الأردن قريبة ومش تبكة والإيرانيين عحدودنا وقريبين من المنطق واحتمال يصير حرب بين الإيرانيين والإسرائيليين وبالتالي في احتمال اليوم في تسريبات قوية أنه رح يلغي الاتفاقنا ولكن المغرب يعني أنا مرات بحاول يعني والله على فكرة العرب بدخلوك بمتاهة سياسية بتفهمش ليش هل معقول الإيرانيين اللي بيعانوا بالمركز في عندهم مشاكل بالمركز الآن حرب حقيقية في سوريا وكذا بروحوا على الأطراف بعيد بعيد وبالبيلساريو شو بدهم بالبيلساريو؟ على فكرة هذا صحت معناته حزب الله والإيرانيين يعني فيه برادة وجه أو فيه اتخاذ قرارات غير صحيحة أو راحين على الأطراف بطريقة سمجة شو بتكو بالبيلساريو؟ إن صحت إن لم تصح والمغرب راحت وراء الأمريكان ومعناته فيه شيء في الخفاء هل هناك عرب قادمة؟ بتركها أيضا مطروحة لكم حسن نصر الله خطب خطابه المتعلق بالانتخامات اللبنانية وحسن نصر الله حريص كل الحرص على أنهم يفوزوا وبقول للناس يعني بدنا شرعي إلى المقاومة لكن لفت نظري عبارة شو قال؟ انتهت حربنا مع الوكلاء وسنذهب إلى الحرب مع الأصلاء الوكلاء بعتقد أنه كل اللي بيحربوا في سوريا هم مشروع أمريكي صهيوني ليكوا بيعتبر هذول الوكلاءهم يعني الشعب السوري واللي بموتوا حزب الله الطرف الآخر هذول وكلاء لإسرائيل اليوم قالوا لنا نتحارب معهم إحنا الأصلاء خلنشوفك تتحارب مع الأصلاء ولا لا إحنا منتمناش على فكرة أنا موقفي متوازن أنا شخصيا ضد إيران إذا بدت ترمي صاروخ على السعودية وضد إيران في اليمن وضد إيران في سوريا وضد إيران في لبنان وضد إيران في أي مكان تؤذي عربي لكن أنا مع إيران ضد إسرائيل يعني مفهوم يا أولوياتي واضحة وصلتنا واضحة مش لازم نتوه فيها لكن بنقول لك يا حسن نصر الله إذا في معركة قادمة أنت رح تدفع كل فتحة أنت والذين لغوصوا في المنطقة ومن ثم نالك التوفيق في حربك مع إسرائيل وبالدك تفيش شبه نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود ترجمة نانسي قنقر